موسيقى موسيقى إلى ملفنا الثاني في غرفة الأخبار الليلة بينما يسود جمود تام المحادثات بين المعارضة والحكومة السوريتين ويعلو فوقهما صوت القصف الجوي والمدفعي ويستمر حصار الكثير من المناطق يسعى كل طرف يقاتل على الأرض إلى تحقيق ما يمكن من مكاسب قبل جولة محتملة من المحادثات يدور الحديث عن موعد غير مؤكد لها يؤمل أن يكون الشهر المقبل عدد من الفصائل فصائل المعارضة السورية حققت تقدما على جبهة الريف اللاذقية بسيطرتها على مناطق في جبل الأكراد بينما القتال سجال بين الفصائل وقوات النظام مع فقدان الأخيرة حندرات ومزارع الملاح قبل يومين في ريف حلب بينما تحاول المعارضة تشبث بما كسبته والتصدي لتقدم القوات الحكومية شمال حلب مع احتدام القتال في الشمال وقرب الساحل حققت المعارضة المسلحة إنجازا جديدا بإسقاطها ثالثة طائرة حربية سورية خلال فترة قصيرة حيث أسقطت الطائرة أو أسقطت في القلمون الشرقي قرب دمشق وأسر طيارها لدى سامي قاسمي المزيد من التفاصيل حول هذه المعارك التي يتوقع أن تغير من موازين القوى حسب أقوال الكثير من المتابعين العسكريين سامي هناك ثلاث معارك شارسة تدور حاليا في سوريا فضيلة المعركة الأولى تدور في حلب المعركة الثانية في ريف اللاذقية والثالثة في ريف دمشق نبدأ من حلب حيث تستمر المعارك بين النظام السوري والمعارضة قرب المدخل الشمالي لمدينة حلب كما نشاهد هنا في الخارطة المعارك تدور حاليا هنا في تلال الأسمات ومزارع الملاح الملاح هنا والمزارع موجودة في هذه النقطة وذلك بالاستفادة من الطيران الجوي الروسي وكذلك السوري يقوم بضرب مناطق المعارضة هنا في هذه النقطة وبالتالي بعض المصادر تحدثت عن استعادة قوات النظام بالفعل هذه الأسمات وذلك بعد يوم واحد من سيطرة قوات المعارضة عليها يبدو أن قوات النظام السوري تحاول منذ أسبوع تقريبا التقدم نحو مزارع الملاح هنا في هذه النقطة في هذه النقطة تحاول قوات النظام السوري السيطرة على مزارع الملاح وأيضا تحاول الذهاب إلى الملاح ومن ثم إلى حريتان ثم إلى طريق الكستلو هذا الطريق الذي يمثل خط الإمداد المهم الذي يربط الحدود التركية السورية وبالتالي فإن ذلك سيمنع المعارضة من خط إمداد كبير ومهم في هذه النقطة تحديدا من خلال ما هو مخطط له تسعى قوات النظام السوري إكمال طوق الحصار تماما على المعارضة داخل مدينة حلب وبالتالي السيطرة على هذه المناطق وضمها طبعا إليها خصوصا حينما تسيطر على الملاح وكذلك على حريتان لكن الواضح أن قوات المعارضة تستميت ونجحت حتى الآن في التصدي لجميع محاولات قوات النظام الرامية للتقدم في هذه المنطقة في ريف اللاذقية يبدو أن هناك تطور لافت ومهم خصوصا للمعارضة المسلحة طبعا المعارضة السورية سيطرت على بلدة كسب هنا كما نشاهد كنسبة هنا في هذه النقطة سيطرت عليها هذه بلدة استراتيجية إضافة لبلدات أخرى بعد حوالي خمسة عشر أو خمسة أشهر من خضوعها لسيطرة النظام السوري أهمية هذه البلدة بلدة كنسبة هي أنها ثالث أكبر معقل للمعارضة في ريف اللاذقية بعد سلمة كما نشاهد هنا وبعد ربيعة أيضا طبعا التي سيطر عليهم الجيش النظامي في شهر فبراير الماضي كما أنها آخر بلدة تربط قراء بريف إدلب كما نشاهد هنا باللون الأخضر وأيضا قربها من الحدود التركية هذه البلدة تقريبا قريبة من الحدود التركية وتشكل خط إمداد يمكن فصائل المعارضة من الحصول على الكثير من الإمدادات بالسلاح وأيضا المؤن الغذائية قوات المعارضة أيضا سيطرت هنا على مناطق أخرى مثل بصور وكذلك عين غزال في هذا المحور تحديدا وهي تتجه باتجاه قلعة أيضا قلعة هنا موجودة قلعة شلف موجودة في هذه النقطة تقريبا وهي قرية استراتيجية إذا ما تم السيطرة عليها فإن المعارضة المسلحة ستفق الخناق المفروض عليها منذ شهر فبراير الماضي في رف دمشق المعارضة أيضا تمكنت من إسقاط طائرة حربية سورية كما نشاهد في الصور التالية وتمكن مقاتلي المعارضة من أسر قائد هذه الطائرة وقالوا بأن الطائرة سقطت بعد تعرضها إلى إطلاق نار في منطقة جرود في القلمون الشرقي في ريف دمشق من قبل عناصر فصيل جيش الإسلام إذن فضيلة أكثر من جبهة ما زالت المعارك مستعرة وقوات النظام تخسر بعض المناطق أيضا قوات المعارضة تخسر بعض المناطق كما شهدنا في حلب وريف اللاذقية هناك سباق ربما في هذه الفترة طبعا استباقا لمحادثة جنافة المرتقبة الشهر المقبل كما أعلن قبل أيام ديمستور المبعوث الدولي إلى سوريا عموما لمعرفة الوضع الميداني سامي على الأرض معنا الخبير العسكري والاستراتيجي من غازي عنتاب فايز الأسمر مساء الخير سيد فايز الأسمر إذن تقدم متبادل للمعارضة السورية من جهة ولقوات الجيش السوري من جهة أخرى دعنا نتحدث أكثر عن ريف اللاذقية والتقدم الذي حققته المعارضة هل هو كفيل برأيك لقلب موازين القوى على الأرض مساء الخير أستاذة فضيلة يعني حقيقة ما يحصل في ريف اللاذقية الشمالي يعني ما استطاع النظام أن يحصل عليه في أشهر عديدة يعني وإحالة الأرض إلى شبه محروقة ومع استخدام جهد جوي كثيف من طيران الروسي ومن استخدام كافة أنواع الأسلحة والقذائف بأنواعها وإحالة الأرض إلى شبه محروقة لم يستطع النظام طيلت خمسة أشهر حتى استطاع أخذ تلك المناطق كنسبة وما حولها الثوار خلال ثلاثة أيام استطاعوا إرجاع هذه المناطق وتحصيلها من النظام رغم أنه لا وجود لديهم جهد جوي فإذا المعارك فقط لغياب الطيران الروسي ولكن طيران النظام يحلق فوق الأجواء ويقوم بالقصف الكامل والشامل على جبل الأكراد وجبل التركمان إذن استطاع الثوار وخلال أيام قليلة الحصول من النظام استرجاع المناطق من النظام التي حصل عليها في خمسة أو ستة أشهر من التحضيرات سيد فيز ولكن ما العوامل التي مكنت المعارضة المسلحة من الحصول على كنسبة وعدد من القرى في ريف اللاذقية تماما أخي الكريم يعني لا شيء جديد بالنسبة للتسليح أو التحضير أو الأعداد ولكن جيش الفتح اشترك في معارك الريف الشمالي انتقل إلى المعارك الريف الشمالي في اللاذقية وأنتم لاحظتم أنه اشترك جيش الفتح قسم منه في معارك الريف الجنوبي وأحرز انتصارات هناك واستعاد كثير من المناطق في ريف حلب الجنوبي وأيضا قسم من جيش الفتح ناور باتجاه الريف الشمالي لمدينة اللاذقية وساعد الفرقة الساحلية الأولى والفرقة الساحلية الثانية وجيش النصر وجيش العزة إذن بقدوم جيش الفتح استطاع الثوار 13 الحصول والسرجاع 13 قرية وتل استراتيجية من قوات النظام هذا هو الفرق في القوى فقط أنه زاد عدد الثوار الموجودين في اللاذقية وقوى جيش الفتح أيضا ساندت الثوار في اللاذقية ومن جهة أخرى ما زالت القوات الحكومية تتقدم في شمال حلب هل هناك فرصة للمعارضة السورية في هذه المنطقة تماما يعني أستاذة فضيلة يعني النظام لم يحقق تقدم في شمال حلب أبدا يعني هو يحاول ومنذ أشهر كثيرة الوصول إلى طريق الكاستيلو يعني من أكثر من ستة أشهر وثمانية أشهر يحاول أن يمرر ويفرض الطوق على مدينة حلب إن كان من الريف الجنوبي لمدينة حلب بقطع طريق دمشق حلب الدولي والوصول إلى بلدة كفريا والفوعة الموالتين لتحريرهما أو من طريق الكاستيلو لقطع آخر تواصل لمدينة حلب مع أريافها وخاصة الريف الشمالي والريف الغربي لمدينة حلب والريف الجنوبي وصولا إلى الحدود التركية لم يحصل أي تقدم للنظام ولكن في الفترة الأخيرة الثوار استطاعوا أن يحضر التقدمات واستطاعوا استرجاع مزارع الملاح ومنطقة الأسامات ولكن هناك الآن معارك كر وفر في منطقة الأسامات أو على العكس تماما استطاعت ثوار تحسيل مراطق في الريف الشمالي في المعارك السابقة ولا تقدم للنظام البعض يتحدث فعلا أن قوات النظام استطاعت استرجاع الأسامات وأيضا مزارع الملاح وهي تتقدم باتجاه الملاح وأيضا حريتان إذن هناك معلومات متضاربة لسنا ندري بالضبط إذا كان فعلا قد استرجعتها قوات النظام أخي الكريم أنا على تواصل مباشر مع الثوار ومع غرفة عمليات حلب الأسامات قبل يوم أمس استطاع الثوار أن يحصلوا عليها واغتنموا دبابة ودمروا وقتلوا 35 عنصر في تلك المنطقة ولكن مزارع الملاح لا تزال بيد الثوار والمعارك الآن باتجاه حتى مدينة حندرات وهي معقل من معاقل النظام المعارك هي عبارة عن كر وفر في تلك الأحيان يعني في الوقت الحاضر هي معارك كر وفر ولا تثبيت على منطقة الأسامات أو مزارع الملاح أي أن كان يبدو بأن السيطرة الواضحة لأي طرف يعني هي غير واضحة تماما أين تكون الإشكالية العسكرية هنا في شمال حلب يعني هناك أنباء تتحدث عن أن المعارضة هي من تتقدم أنباء أخرى تتحدث عن أن قوات النظام السوري هي التي تسيطر على الكثير من المناطق هناك أستاذة فضيلة يعني منطقة شمال حلب وبالذات من عندان إلى منطقة عزاز هناك ثلاث قوات تتصارع ولكل أهدافه يعني هناك موجود النظام حوالي منطقة عزاز وموجودة قوات البيدي أو ميليشيا سورية الديمقراطية وموجود الثوار هناك يقاتلون أيضا داعش في الشريط الحدودي الممتد من جرابلوس إلى عزاز إلى منطقة الراعي إذن تلك المنطقة التي لا تتجاوز أربعين كيلو متر محيطها هي تشهد معارك دامية بين مختلف القوة وخاصة جبهة الثوار التي تخوض مع النظام في حوالي منطقة عزاز وفي جوار منطقة عزاز وفي منطقة الأسامات وفي منطقة الملاح وعلى الشريط الحدودي أما النظام فهو تنظيم صحيح تنظيم البيدي فيراقب المعارك في تلك المنطقة إذن لكل أهدافه لاحظنا البيدي هو يريدها استكمالا لوصل كانتوناتو في الجزيرة كانتون عين العرب مع كانتون الجزيرة مع كانتون عفريل والثوار يريدون قطع هذه الأمنية على قوات البيدي والنظام ينتظر ويتحفز بالقرب من مدينة عزاز أيضا من أجل السيطرة عليها وعندك تنظيم داعش الذي لا يريد أن ينفصل عن الحدود التركية وهو الآن يستخدم آخر 100 كيلومتر من جرابلوس إلى عزاز كي لا ينفصل عنها ويبقى على تواصل مع الحدود التركية فقد الاتصال شكرا جزيلا لك فيز الأسمر من غازي عنتاب شكرا اشتركوا في القناة